اشتركوا في القناة سيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظة محافظة المحرق وسعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظة محافظة العاصمة وسعادة السيد علي بن عبد الحسين العصفور محافظة المحافظة الشمالية حيث رفعوا إلى جلالة العاهل المفدى خالص التهاني وتبركات بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل يعيد هذه المناسبة الطيبة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالعزة والخير والتقدم وبادلهم حضرة صاحب الجلالة التهانية بهذه المناسبة سائلا الله عز وجل أن يعيدها على أهل البحرين جميعا بالخير والأمن والأمان شاكرا لهم ما أبدوه من تمنيات ودعوات طيبة وأعرض جلالته عن شكره لمعالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة مشيدا حفظه الله بما تقدمه المحافظات من مساهمات ومبادرات توعوية تعزز الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا ودورها في التنسيق مع الجهات والوزارات ذات الصلة بما يسهم في تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها بالإضافة إلى ما تقدمه من مشاريع وخدمات اجتماعية تلقى تجاوبا مجتمعيا ومشاركة وطنية متميزة مقدرا أيده الله دور المحافظات في العمل على تعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع وإقامة الفعاليات والبرامج التي تسهم في ترسيخ الانتماء الوطني وتعزيز قيم الولاء والمواطنة والتي تجمع كافة أفراد المجتمع البحريني وتؤكد على تماسك نسيجه الاجتماعي وأكد جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه أنه بتكاتف الجميع فإن مملكة البحرين ستكون بعون الله تعالى قادرة على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية واحتواء هذا الوباء داعينا الله تعالى أن يوفق الجميع وأن يدفع هذا الوباء عن المملكة وعن العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر